اهلا بكم من جديد الى ملف الازمة الروسية الاوكرانية حيث اعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية ان بلاده ترفض بشدة تهديدات روسيا بالانتقام من لتوانيا بعد ان فرض الدول البلطي قيودا على بعض البضائع والتي تمر الى جباب جلينجراد الروسي وقال ستيفن هيبستريت انهم يطالبون من روسيا عدم اتخاذ اي اجراءات تتعارض مع القانون الدولي وكان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف صرح بان روسيا تعد اجراءات للرد على قيام لتوانيا بتطبيق حظر اعلى عبور سلع خاضعة لعقوبات من الاتحاد الاوروبي الى منطقة كالينجراد الروسية على بحر البلطيق قالت وزارة الخارجية الروسية ان موسكو مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من اوكرانيا من خلال السفن الاجنبية لفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الى ان الغرب يصمت تجاه وصول اسلحة الى اوكرانيا ويتهم بلادها بمنع تصدير الحبوب اضافت ان روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة على ان توفر حتى نهاية العام نحو 25 مليون طن من الحبوب وما لا يقل عن 22 مليون طن من الاسمدة كما اعربت المتحدثة عن استمرار كافة الالتزامات الثنائية مع الدول المعنية ومتابعة ارسال المساعدات لدول كاليمن وقرغزستان وطاجكستان ولبنان وكوبا اعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 500 عسكري اوكرانيا جراء ضربة باسلحة عالية ضقة استهدفت موقعا في مدينة نيقلايف جنوب اوكرانيا وقال المتحدث باسم الوزارة ايغور كوانانشينكوف ان الطيران الروسي دمر خمسة مستوزعات للتخيرة ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات اضافة الى قوات ومعدات عسكرية في 151 منطقة ولفت ايضا الى ان القوات الصاروخية والمدفعية اصابت 253 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الاوكرانية بالاضافة الى 6 مستودعات للذخيرة في لوهانسك شرق اوكرانيا شبه حريق في مصفات نوفاكاش في منطقة روستوف شمال العاصمة الروسية موسكو بعد رصد طائرتين مسيرتين اوكرانيتين تحلقان فوق المنشأة هذا وقد اوضحت المصادر الروسية ان احدى الطائرات اصطدمت بوحدة نقل حراري بينما حلقت الطائرة المسيرة الاخرى مبتعدة هذا وقد ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للانباء نقلا عن هيئة الطوارئ المحلية ان الحريق تم اخماده اكد الاوكرانيون ان الضربات الروسية تدمر كل شيء في مدينة لينشتاتسك الصناعية الاستراتيجية القريبة من سيفر دونسكك في منطقة دونباس في شرق البلاد يأتي ذلك فيما تكثف سلطات كييف الجهود للحصول على اسلحة ودعم لطلب ترشيح العضوية للاتحاد الاوروبي وكتب عبر التليجرام سيرجي جايداي حاكم منطقة لوهانسك قائلا ان الجيش الروسي يدك منطقة بالمدفعية والصواريخ والقنابل الجوية وقاذبات للصواريخ يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الاوكرانية بانطقة دونباس شرق اوكرينيا يأتي ذلك بالتزاون مع ذكرى الحرب العالمية الثانية والتي شبه الرئيس الروسي فلادامير بوتن احداثها بالازمة الحالية يبدو ان الماضي يلقي بظلال ثقيلة على احدث واغرب حروب القرن الحادي والعشرين وها هي القارة البيضاء التي نسيت تاريخ الحروب منذ ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها تشهد حربا اوروبية اوروبية من نوع خاص الا ان الدب القطبي يرى انه ما اشبه الليلة بالبارحة فبالتزامن مع احياء ذكرى غزو الزعيم الالماني هتلر للاتحاد السوفيتي في عام 1941 مالت كفة القتال في الحرب المستمرة منذ اشهر لصالح روسيا في الاسابيع الماضية بسبب تفوقها الهائل في قوة نيران المدفعية وهي حقيقة اعترف بها الرئيس الاوكراني يزلينسكي في خضاب له وعشرات التصريحات الاخيرة وللتزكرة تارة وللتحزير تارة اخرى قررت روسيا فتح ملفات قديمة وراها الصرا بينما ايقظتها ذكرى الغزو الالماني حيث كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وسائق تعود الى بداية الحرب العالمية الثانية وتلوح بقيام المانيا بارتكاب جرائم حرب تفوق ما تتهم به موسكو الان في اوكرانيا كما اشارت وزارة الدفاع الروسية الى ان ما تتعرض له روسيا من محاولات للتشويه امام المجتمع الدولي ايضا يشبه ما حدث ابان عام 1941 وما بين ذكريات الماضي والم الواقع يقدد بوتين تأكيده من حين لاخر بان عمليته العسكرية جاءت ضرورة لا خيار مشيرا الى ان ما حدث في الماضي وكلف الاتحاد السوفيتي ملايين الارواح وتسبب في خقدانه لمناطق ذات اهمية استراتيجية لن يسمحه بتكراره اليوم الى ذلك تتواصل الازمة الاوكرانية التي تكتاح القارة البيضاء من شرقها لغربها منذرة بحرب عالمية ثالثة لم يشد فتيلها حتى الان اشتركوا في القناة يسعى الرئيس الاوكراني فلودمار زلناسكي الى جانب المطالبة بالمزيد من الاسلحة الثقيلة من حلفائه الغربيين لضماني ان تمنح الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اوكرانيا وضع مرشح رسميا للانضمام الى الاتحاد هذا وقد اللقي تصريح زلناسكي دعما من الوزير الفرنسي للشؤون الاوروبية كليمان فونو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي اشار كليمان الى وجود توافق تامل في صفوف دول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع مع نظرائه في لوكسنبورغ بشأن طلب ترشيح اوكرانيا لعضوية الاتحاد الذي ينتظر الحصول على موافقة رسمية خلال القمة الاوروبية يوم الخميس القادم اشتركوا في القناة اعرب رئيس الامريكي جو بايدن عن تقديره لتعاون اسبانيا الوثيق في الرضي على تدخل روسيا العسكرية في اوكرانيا بما في ذلك توفير الامن والمساعدات الانسانية لاوكرانيا ودعمها لفرض عقوبات قوية على روسيا جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ونظيره الاسباني بادرو سانشيز لمناقشة الاستعدادات لقمة النيتو المرتقبة في مدريد يومي التسع والعشرين والثلاثين من شهر يونيو الجاري ورحب الجانبان بفرصة لقائهما خلال زيارة لبايدن المرتقبة الى اسبانيا للمشاركة في قمة النيتو كما شكر الرئيس الامريكي نظيره الاسباني لاستضافة بلاده للقمة حيث سيواصل الحلفاء رسم مسار لتحاول النيتو خلال العقد المقبل اكدت المستشارة الخاصة للامم المتحدة المعنية بشأن منع الابادة الجماعية ألس ندريرتو انه لا يمكن الجزم بصحة الادعاءات بارتكاب جريمة للابادة الجماعية في اوكرانيا الا عن طريق محكمة مختصة وقالت ندريرتو امام مجلس الامن الدولي انها بدون صلاحيات قضائية لا يمكن لمكتبها ان يحدد ما اذا كانت حالات معنية تعتبر جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب من جانبها اشارت رئيس المركز الحكومي الاوكراني للاتصالات الاستراتيجية وامن المعلومات اشار الى ان هناك بالفعل العديد من الضحايا في هذه الازمة لكنه من غير المراجحة تمكن من احصائهم وبضقة عالية في خطاب القاه قبل بدء قمة مع قادة روسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا ادان الرئيس الصيني شي جين جبانج توسيع التحالفات العسكرية ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية عن شي جين تصريحه في منتدى بريكس الاقتصادي ان الازمة في اوكرانيا هي مؤشر انذار اخر للعالم منتقدا توسيع التحالفات العسكرية والسعي الى تحقيق الامن الفردي على حساب امن الدول الاخرى اعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال 4 ملايين و238 الف لاجئ من اوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي اوضحت وكالة حرس الحدود البولندية ان البلاد استقبلت بالامس 23 الف وثمانمائة لاجئ من اوكرانيا مكرنة ب23 الف لاجئ في اليوم السابق عليه بينما غادر اكثر من 227 مليون او 22 من 10 مليون لاجئ البلاد عائدين الى اوكرانيا يشار الى ان بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم او يقدم حزمة دعم واسعة نطاق للاجئين الاوكرانيين الفارين من بلادهم بما او يتم بموجبه منحهم اقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية اشتركوا في القناة